انا يا كبدتائي كي خليتها برك نجريها لكبدتائي الربح حيات كبلا بيها كملهم لازم كملهم لختم اخليم شي ضعوا كما ضعتها هادي هي انا انا وش مقول لك الني داء منا انا انا اقول لأيوسف عزيزان سيرين لي ركي تقراي في قسمطينة طبيبة انا كن يقول الزملان تاحا ويتفرجوا الحصة يقول لها مشكل ما بين باباك وباباك ومك بتدخليش في انتي يا هايثم يا يوسف عزيز اللي تقراي في التارمينال اللي ركي رح تنطلع الجامعة ما تتبعش بمك وما تتبعش باباك شوف لي خرجك اذا قالوا لك عمروك دماغ ولا قالوا لك بهضرها زيدة اروح استفسر انا ذوك ندرك نيدا اروح نعطيك الوثيق جميل وثيق من 2001 حتى 2019 وثيق 44 كيلو وزو الصغار واش تقول لهم؟ الصغار واش نقول لهم؟ واربي يصبرهم يلحقوا أخوتهم نور مامون سرين يوسف عزيز سرين وهيذم هما لينصحوا أخوتهم يجيبوها كيف هي قاعدة مع أمها وخوتها والأخر عماماتهم ما يعرفوهمش عمهم ما يعرفوش اهلهم في باتنا ما يعرفوهمش بابهم ما يعرفوهمش قدرت تتقرب لعائلة الزوجة؟ ربت ودرت و بعت لهم ناس كبار ما خليت حاجة مش كانت ربا انا اخوها اخوها انا واثقنا نذكره في الحصة اللي يكثر له خير ورب يعطيه ما يتمنى وقف معي قالي اخويا انا ما نقدرش للمة واختي باش يسمحها لجميع الناس يعني يرفدي يديه قالك انا ما نقدرش ويمها ما قدرش تحتضر معاها تقدرش يا يا يماها يكون طرليا ناوش تمشي تعتيدها ولا ولا ما تعيشش اهلتا عك خياتك عيلتك ما قدرش يدخلوا ما قدرش يعني عيلها ما شاء الله من بيتنا الأم البواقي ما قدرش يدخلوا وشافوا الوضع باللي مروب صيف زد تهمش ما فقلش يصلحوا فيه ما فقلش يصلح فيه هناك يجا أخويا وحضروا ولد عمي يحضروا وقعدوا ووقفوا وقعدوا في الجلسة قل لك أخويا دي مشي زواجة مشي حيات عزواجة دي حيات طلاقات هي عودة زواج ما على فعلش ما عندك حتى أل أنا ما نقدرش أنا ما حووش أنا ما حووش أنا أولادك معي طولك شبار تليفون في العيد فا شوف وطكي يسكنوا منها اشتمنى كارتي منها هك ما نشوفوا برا وإذا شوفوا معها مكاركرات وتديه لأمو تربط وتديه لفوق الشامي أتبطو تبلع ليه دار بيانسير يا أدوك هنا حيكم عند أثر صدمة يتحكموا معا هي يتحكموا هي يمو يتحكموا خالتو يتحكموا مرتخوها يعني دايما قارتكور يتبلوا فيها ما ذوك ما يتحركوش لولاد ذوك الولده ويمشي ويشوف فيها هكا صحبش يجيك يدو مربوطة من يد يمو أنت فان لازم تحسن كما نقول لك أولادك بس كلي أنه ورام برام جا إذا ما يعني لكم لاجي ندار الحصة أول دي رواح أول دي رواح حوز قصة باباك واموك على تطلقوذ وكتفنها باباك محقور أخوالك يجيو يخرجوه من الدار من داره وبعد إنه نخرجو ديريكترك يعني معنته الرجل محقور في الدار وشو باغي المرأة المرأة اللي تجيب لك أنا أعطيت أختي ونجي نخرجك من الدار ندارك بعد لك اللي حالسي صالح أنت حسن عاون أولادك لأنهم خلاصة تبرمجوا أنا قلتك ديرت النيداء لأنهم تبرمجوا باللي خلاصة أنا وش نحب ونصيب نجيبهم هنا الأم أكثر ونجيب أستاذ نجيبهم هنا الحصة ويفهم ويسمعون يذركا ويسمعوا قصة بابهم ومهم وعلى شو الإنسان باش يوضح الأمر هاي بموك واش دارت باللي بابي مام حذاء كما يقول لك الأستاذ لأنا بنكون ورسطاء بيجو لأذك ولي يحكم عنا نحن مباشرة وغير الحضرة واش يقولوا هو مبارك بس حانا باش نلحق نهضر معه ولو كسي تناهيثم في الأخير قلت له قلت له وولدي ما علبك شبابك واش سر ولو قل لي ما علبك قلت له عندي اذا كنت أعطيك الواثيق تقرأ هذا المعنى الحقيقي لاستعمال الأولاد كوسيلة انتقامية هذا هو المعنى الحقيقي للأسف أنا مش هتركش هراء أنك توري لهم وطائق وما يشبه دليهم لأنهم لا شوف سيصالة ها بارك الله فيك هو والمفيد في جهد الله أستاذ المعالج النفساني قالك لا بد من أنك ما ترمش عليهم تقل وتلومهم طبيعة الحل لأنهم مبرمجين على حاجة معينة